لو كنتي مكاني وبنتك كانت بخطر شو كنتي رح تعملي؟ أنا بدي تجاوبيني ما كنتي عملتي مثلي أنا واقفة وعم بترجاكي حياة ابني الوحيد بخطر إذا ما حضرت هاي المراسي تعالي معي بترجاكي كرمال ابني عم بترجاكي وافقي يا الله بدك ماما لا كل مرة عواطفي بتغلبني وما فيني اتحكم فيها بس هاي المرة لا كل مرة سهيل وانتي وعمتو كمان بتخلوني أعمل اللي بتكون ياه وبتفرضوا علي أوامركن انتو بتهددوا أو بتحددوا أو بتترجوني متل ما حضرتك عم تعملي انتو اللي عم تجبروني أعمل بس الشغلات اللي بتشوفوها صح جاوبيني ليش هيك عم تعملوا فينا؟ ليش عم تدخلوني بأمور؟ ما لازم كون موجودة فيها بس مشان ساعدتو؟ كتير تحملت ولهون وبس ليك سهيل هاي المراسم مشان توعة وبتعرف منيح انك لازم تحضرها بس انت اللي بتقرر هذا الشي وأنا ما رح روح وشارك معكم عن جد ما عم صدق هي طلعت بس بتعطي محاضرات عن الحب اللي مستحيل ينتهي هي ما بتفهم شو يعني حب بس أنا شو رح أعمل وهي ما عندي هيك ماما اسمعيني شوي روحي عالبيت هلأ ما رح يصير معي شي بالمناسبة أنا ما رح شارك بالمراسم مع نيدي وفيديكا معها المشاعر اللي حست فيها أنا رح أحترمها روحي عالبيت يلو ماما فهيل أنا بترجعك اسمعني شوي ماما يلا روحي سهيل عم قل لك اسمعني شوي يا مضروري ليش ما عم تسمعني يا ابني جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية